هذا وقتل 46 شخصا من القوات التركية وقوات قسد في حصيلة أولية للاشتباكات منذ انطلاق العملية التركية في الشمال السوري وافد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات موالية لتركيا واصلت الهجوم بغطاء جوي تركي على مدينة رأس العين حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين داخل الأحياء وسط قصف مكثف الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من عناصر قوات سوريا الديمقراطية